مصر العربية وقد أشاد السيد الرئيس بالجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة والحفاظ على المال العام كما عقدت سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هانيس ويلم وزير الموارد المائية والري والسيد علاء فاروق وزير الزراعة والتصلاح الأراضي والعقيد الدكتور بهاء الغنم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ذكر المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع تناول سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية ومن بينها مشروع الدلت الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر بجميع أنحاء الجمهورية مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل من خلال تفعيل مكونات التصنيع والتوزيع والتصويق والتصدير والتنمية العمرانية وذلك في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى بجانب ما توفره بالأساس من مكاسب استراتيجية جوهرية فيما تعلق بتحقيق الأمن الغذائي المصري كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الجارية لتطوير البحوث وتعزيز الابتكارات في مجالي المياه والزراعة والاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة واستخدام أحدث التقنيات لتعظيم الانتاجية وفي هذا السياق تم عرض جهود الحكومة على صعيد توفير احتياجات الأراضي الزراعية من المياه خاصة من خلال تكثيف استخدام أنظمة الرئي الحديث وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعية للبناء على ما تحقق به من تقدم خلال السنوات الماضية وبما يؤدي لتحقيق طفرة في التوسع الرئيسي والأفقي في الانتاج الزراعي مؤكدا أن قطاع الزراع يمثل عصبا أساسيا لجهود التنمية سواء فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية من الغذاء باعتبار ذلك ضمن محددات الأمن القومي أو من خلال تعظيم الاستفادة من تصدير المنتجات الزراعية الوطنية للخارج بالإضافة إلى ما توفر تلك المشروعات من فرص عمل جديدة للمواطنين بما يسهم في تدعيم الاقتصاد الوطنية